اشتركوا في القناة جلالته إلى إجاز حول الواجبات المناطة بهذه الوحدة والخطط المستقبلية لتطويرها ضمن التحديث المستمر لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين مشهيدا جلالته رعاه الله بما يبدله رجال القوة الخاصة الملكية البواسل من جهود وطنية مشرفة وتأهب دائم لإداء الواجبات المناطة بهم بكفاءة عالية وما يتسلمون به من جهزية قتالية ومهرة رفيعة وسرعة الاستجابة لأي واجب يوكلهم باحترافية فائقة متكاتفين صفا واحدا مع إخوانهم رجال قوة دفاع البحرين لأداء رسالتهم الوطنية السامية دفاعا عن الوطن ومكتسباته الحضارية وكرامة وأمن مواطني معربا جلالته أيده الله عن تقديره واعتزازه بالمشاركة المتواصلة لقوة دفاع البحرين مع أشقائهم من قوات التحالف العربي في عملية عادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لكل ما فيه خير الجمهورية اليمنية الشقيقة والمساهمة في تقديم كل الدعم لعملية الإغاثة الإنسانية لشعبها العزيز مضيفا جلالته إن الأمم تنهض برجالها الأوفياء المخلصين وأن رجال قوة الدفاع خير من يعتمد عليهم في كل الميادين المشرفة مقدرا جلالته ما يبدله قائد وضباط وضباط صف وأفراد القوة الخاصة الملكية من جهود مثمرة متمنيا للجميع دوام التوفيقي والسدد وقد سجل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حدو الله ورعا كلمة في سجل الزيارات قال فيها لقد سعدنا كثيرا بزيارة القوة الخاصة الملكية والتي تعد درعا شامخا من دروع قواتنا المسلحة كما سعدنا بالالتقاء برجال القوة الخاصة الملكية والتي بعون الله هي قوة ومنع لمملكتنا الغالية ونحن إذ نعتز ونفخر بما لمسناه من روح معنوية عالية وجهد مخلص لتطوير قدراتهم القتالية والإدارية نسأل الله لهم دوام التوفيقي والسدد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة